اشتركوا في القناة عبد صالح لا يمكن ان يكون نبيا طبعا العلماء اختلفوا المفسرين منهم من قال هو نبي منهم من قال هو عبد صالح لان القرآن لم يذكر لنا رسالة له والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدثنا عن نبوته او انه ارسل الى قوم معينين فبقي هذا السؤال بين يعني مثال اختلاف بين الباحثين والمفسرين الحقيقة انا وجدت اشياء في القرآن تؤكد انه عبد صالح اتاه الله علما لدنيا ولا يمكن ان يكون نبيا بحال من الاحوال السبب الاول انظر اخي الحبيب طبعا قبل ان نسرد الاسباب سيدنا الخضر عليه السلام اتاه الله علم عالي جدا فوق مستوى البشر لدرجة ان سيدنا موسى على الرغم من انه كليم الله على الرغم من ان سيدنا موسى انزل الله عليه الكتاب والحكمة وعلمه التوراة وعلمه علوم كثيرة جدا الا ان هذا العلم اللدني سيدنا موسى احتار فيه لم يستطع ان يستوعب او يحط خبرا بهذا العلم فكان يستنكر دائما اي عمل يقوم به الخضر يستنكره وبالاخير فارقه لم يتحمل قوة هذا العلم علم يحتاج الى ان تخرج خارج دائرة العقل البشري الانبياء ايها الاحبة هذا هو السبب الاول الانبياء يبعثون ليتبعون ليتبعوا يعني نبينا محمد ماذا قال سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اذا النبي امرنا باتباعه ان نتبعه بكل ما جاء به طيب في قصة الخضر عندما جاء سيدنا موسى وطلب من الخضر ان يتبعه قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا ماذا قال له قال انك لن تستطيع معي صبر اذا انا لم ارسل لكي يتبعني البشر اذا هذا اول دليل يؤكد انه ليس بنبي لان من شروط الرسالة الاتباع وانا لماذا يرسل الله النبي لكي يتبعه الناس هذا هو الهدف الاساسي اذا بما ان الخضر قال لموسى عليه السلام انك لن تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة اذا هذا يدل على ان العلم الذي لدى موسى اقل بكثير من علم سيدنا الخضر يحتاج ان يحيط به خبرة سيدنا موسى لم يعلم كل العلم يعني مثلا سيدنا موسى لا يعلم الغيب وكذلك الانبياء الا ما فتح الله عليهم فاذا هذا هو السبب الاول الذي يجعل الخضر ليس نبيا لانه لا يتحمل احد ان يتبعه السبب الثاني النبي يرسل ليصبر على قومه الله قال لنبيه واصبر وما صبرك الا بالله وقال في حق الانبياء في سور كثيرة مثلا انا وجدناه صابرا كل من الصابرين الى اخره يعني الانبياء تميزوا بالصبر سيدنا نوح صبر تسعمائة وخمسين سنة على قومه وعلى سخريتهم واذاهم واستهزائهم وتكذيبهم النبي عليه الصلاة والسلام صبر كثيرا طيب سيدنا الخضر يريد من الناس ان تصبر عليه العكس يعني يعني عندما قال سيدنا موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا ماذا قال له قال انك لن تستطيع معي صبرا اذا النبي مهمته ان يصبر على الناس الخضر مهمة من يتبعه ان يصبر عليه لاحظ العكس وبالتالي هو ليس بنبيه حسب هذه القاعدة شيء الثالث ايها الاحبة سيدنا الخضر لا يصلح ان يكون قدوة للناس لماذا عندما قتل الغلام وخرق السفينة هل يجوز ان نتخذه قدوة فنقتل ونخرق ونخرب لا يجوز وبالتالي نبينا كان اسوى لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة مثال نقتدي به بينما الخضر لا تستطيع ان تقتدي به كيف تقتدي وتركب في تذهب في مركبة في سيارة في طائرة فتخرقها مثلا لا تستطيع اذا هو علم فوق طاقة البشراء هذا سبب ثالث يجعلنا نؤكد ان الخضر ليس نبيا لان النبي من شروط النبوة ان يكون قدوة في سلوكه كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل ما فعله النبي نحن نقلده في كل افعاله وكل اقواله وبالتالي الخضر لا يمكن ان نقلده الشيء الرابع ايها الاحبة سيدنا الخضر كان علمه مبنيا على علم الغيب يعني كيف علم ان هذا الغلام كافر وكيف علم ان ابواه صالحين وكيف علم ان الله سيبدلهما خيرا من هذا الغلام وكيف علم انه يجب ان يقتله وكيف وكيف هذا علم غيب طيب كيف علم ان السفينة ستغتصب من قبل ملك موجود في اقاص الارض ربما هذا علم غيب كيف علم ان هذا الجدار تحته كانز وكيف علم ان هذا الكانز هو لغلام صالحين ابوهما صالحا كان ابوهما صالحا وكيف علم صلاح الاب وكيف علم انهما سيكبران لن يموت قبل ان يحصل على الكانز فاقام الجدار وكيف علم انهما سيستخرجان هذا الكانز فاذا العلم اللدن مبني اساسا على علم الغيب وبالتالي هو علم نحن يمكن ان نفهمه نستوعبه ولكن لا تستطيع ان تطبقه الا ما يأذن الله به لان الغيب لا يستطيع احد ان يعلم الغيب لان الله اختص نفسه بعلم الغيب قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو اذا علم الغيب هو علم اله خاص بالله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلم ها الا هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول الله عندما يرتضي انسان رسول او عبد صالح كالخضر مثلا يعطيه علم الغيب لحكمة هو يعلم ها ليقوم بمهمة ليؤدي غرض معين ليس عبثا ايها الاحبة وبالتالي يعني هذا الامر هذه الاسباب تجعل من سيدنا الخضر عبدا صالحا اراد الله ان يعطي درسا لموسى عندما ادعى انه اعلم اهل الارض فعلمه الله انه وفوق كل ذي علم عليم بل لم يستطع ان يتحمل قوة هذا العلم فتخيل اخي الحبيب لو ان الله اكرمك بشيء من العلم اللي دوني كشف عنك حجب الغيب طبعا هذا الامر لا يتم الا اذا تقربت كثيرا من الله واصبح اصبحت حياتك كلها لله عز وجل اصبحت تنام وتصح سيدنا موسى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام محمد كانت حياته لله وكان دائما تفكيره مع الله لذلك الله اعطاه العلم اللي دوني وإلا كيف نفسر احاديث الاعجاز الغيب التي حدثنا النبي عنها ان هذا الامر سيبلغ ما بلغ الليل والنهر كيف علم ان الاسلام سينتشر في كل مكان هذا سؤال هذا علم لدني كشف الله له الغيب فرأ كيف علم ان الزنا سيكثر الكذب سيكثر معلامات الساعة ويكثر الكذب ويكثر الزنا وحتى اولاد الزنا يكثرون حتى الشذوذ الجنس ما يسمى زواج المثليين اليوم تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام قال من امرات الساعة ان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء ان رجل يعيش مع رجل هكذا يستغني عن النساء وتكتفي امرأ بامرأ زواج مثليات وهذا نراه في دول الغرب وفي الدول الغير الاسلامية منتشر بكثرة للأسف تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الزلازل كثرة الحروب كثرة القتل طيب من أنبأه عليه الصلاة والسلام إذن الله كشف له شيئا من الغيب لينبهنا ويحذرنا لهدف ومصلحة ليس عبثا أيها الأحبة ليقول لنا إذا رأيتم هذه الأشياء تحدث فاعلموا أن الساعة تقريبة واعلموا أن يوم القيامة قريب هذه كلها أمرات الساعة إذن يجب أن تستعد للساعة ترجع إلى الله تعود للحق يعني تتذكر لقاء الله وتستعد للموت لذلك أيها الأحبة بالنسبة للعلم اللدني عندما يعطيه الله سبحانه وتعالى لإنسان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي العلم اللدني ولكن هناك أشياء نحن لا نستطيع أن نتبعه يعني على سبيل المثال هو كان يرى من وراء ظهره كيف نحن نرى نستطيع النبي كان يرى بعض المعارك مثل غزوة مؤتى عندما رأى الراية تسلم الرجل إلى رجل حتى فتح الله على سيدنا خالد بن وليد طيب كيف علم مثلا أن مثلا حكم كسرة أن ابنه قتله وأن الله مزق حكمه كما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف علم إذن الله كشف عنه شيئا من علم الغيب لحكمة الله يعلمه ليس عبثا يعني لا يأتي شخص يدعي والله أنا أعلم الغيب أنا فعلت كذا لأنني أعلم الغيب وفعلت كذا لا هذا خاص بالأنبياء وبعباد الله الصالحين ونحن طبعا لا نستطيع أن نعرفهم لذلك هذه الكرامات أنا شخصيا أؤمن بها ولكن هذه الكرامة التي تظهر على يد إنسان عبد صالح من عباد الله خاصة به أنا لا أستطيع أن أتبعه فأتنبأ بالغيب مثلا لذلك هذا علم خاص علم الخواص وسيدنا الخضر في نهاية القصص قال وما فعلته عن أمري إذن هو مبرمج موجه من الله سبحانه وتعالى ومثل هذا العلم لا تستطيع أن تتعلمه ولا تستطيع أن تعلمه وهذا أيضا سبب آخر يؤكد أن الخضر ليس نبيا لأن الأنبياء مهمتهم أن ينقل العلم للناس طيب علم الغيب كيف تنقله للناس لا يمكن لأنه هذا عطاء إلهي لأن الله يقول وعلمناه من لدنا علمه علم مباشر من الله لا يقرأ بكتاب ولا يأتي بالخبرة علم يقذفه الله في قلبك فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمه إذن هذا العلم لا يمكن تعلمه وبالتالي الخضر لا يستطيع أن ينقل هذا العلم للآخرين لأنه لأن النبي نقل لنا علم القرآن وعلم السنة لأن العلم الذي نقله النبي قابل للنقل عبر الأجيال فيه الصلاة والزكاة والصيام والصدقات والعبادات والعفو وفيه أشياء كثيرة تستطيع أن تنقلها ولكن علم الغيب كيف يمكنك أن تنقله كيف تستطيع أن تعلم مستقبل هذا الغلام مثلا أو هذا الشخص وماذا سيحدث له وكيف سيكون نهايته وكيف سيموت وكيف وكيف فإذن سيدنا الخضر يعني خلاصة هذا اللقاء أيها الأحبة الخضر عليه السلام هو عبد صالح من عباد الله أعطاه الله علما لدنيا يقوم هذا العلم على علم الغيب أساسا لأن كل الأحداث التي حدثت مع الخضر تعتمد يعتمد تفسيرها على معرفة الغيب سيدنا موسى لماذا لم يصبر لأنه لم يكن يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب لعلم أن هذا الطفل كافر أن هذا الغلام كافر الذي قتله لعلم أن أبواه كان صالحين لعلم أن الله كما قال يعني الخضر أن الله أراد أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أن هناك مولود جديد سيولد سيولد لهذين الأبوين الصالحين يكونوا صالحا بدلا من هذا الذي سيكون كافرا طاغيا يطغي أبوي وبالتالي رحمة من ربك بهذه الأسرة أنه خلصهم من هذا الكفر الذي سيأتيهم على يد هذا الطفل أو هذا الغلام لاحظ يعني علم لا تستطيع أن تتعلمه قائم على الغيب السفينة مثلا تفسير لماذا خرق السفينة يحتاج إلى علم غيب يجب أن تذهب بعقلك بروحك إلى مكان وجود هذا الملك لتلف الأرض كامل البحار وتعلم مسار هذه السفينة وتعلم أنها ستمر بالقرب من هذا الملك وهذا الملك سيغتصب هذه السفينة لأنها جديدة السفينة التي بها عيب لا يأخذها فتقصد الخضر أن يحدث عيبا في هذه السفينة فخرقها نزع لوحا من ألواحها فهكذا أصبح لديك عيب وبالتالي حافظت على السفينة من شر هذا الملك طيب هذا الأمر لا يمكن لإنسان أن يتنبأ به أو يعلمه إلا بأمر من الله وما فعلته عن أمري أسأل الله عز وجل أن يرزقنا من العلم اللذني جميعا إن شاء الله ما يصلح به حالنا وما يرحمنا به ويغفر لنا ذنوبنا إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر